من الله الرحمن الرحيم هنشوف مع بعض اليوم محاضرة بعنوان كيف احنا ممكن نعمل فحص او تحليل البول اول حاجة عينة لازم تيجي خلال ساعة تكون انشغلت وتكون جاية في كونتينر نظيف الا اذا كانت مطلوب لها في الحالة هادي يفضل انها تكون في كونتينر استيرايل وبرضو خلال ساعة تكون انشغلت طبعا لو لها مع بعض كاسة واحدة بتسد لكن لازم تكون العينة في استيرايل كونتينر وتكون مدستريم اول حاجة بنعملها ان بنزرع العينة على بلد ومكون كي اقار بعدين بناخدها وبنشتغلها اناليسيز العينة لما تكون جاية بالطريقة هادي بكونتينر يعني جديد ونظيف لازم يكون عليها لابل عشان نعرف هادي الامين الان العينة لو تأخرت اكتر من ساعة ممكن تتأثر نتيجها زي ايش انه يصير في يعني زيادة للبي اتش ناتج عن البريك داون لليوريا تحويلها لامونيا كذلك انكريز للبكتيريا ومما يقدي الى اذا زادت عدد البكتيريا حيقدي للجلوكوز للجلوكوز اللي موجود في العينة ديسنتيجريشن للوايت بلود سيل والاربسيز والكاست انكريز للتربيديتي تشينج في الكالر ناتج عن الاكسيدياشن او ريداكشن اللي بتم في العينة الكيتون بقل اليوربين الجين والبيليروبين بتأثر طيب الان الريكوست اللي بيجي مع العينة بالشكل هادفي عليه بيانات المريض والقسم اللي جاي منه والتاريخ وختم الطبيب وبعدين احنا الشق التاني من الريكوست بخص المختبر واللي بتكلم على تلات شغلات الفيزيكال ايجزاميناشن والكيميكال ايجزاميناشن والمايكروسكوبك ايجزاميناشن الفيزيكال انا بشوف اللون وبشوف التربيديتي وبشوف الكثافة النوعية وفي الكيميكال ايجزاميناشن بشوف البي اتش والبروتين والجلوكوز والكيتون والنيترايت والبلود والبيليروبين واليوروبيلونرجين أما الميكروسكوبك بعد ما أحط العينة في التيوب وعملها سنترفيكيشن بأشيل السوبرناتا أنتوا بأخذ السيدمنت على شريحة وبتفرج بأشوف قديش في عندي أربيسيز على الهايباور فيلد وايت بلود سيل قديش على الهايباور فيلد والإبيثيليال سيلز والكاست والكريستالز كذلك لو وجدت حاجات تانية غير الكلام هذا بتتسجل في الأذر زي البكتيريا زي إذا فيه أي بويضلة طفيل زي الشيستسومة أو غيره كمان لو فيه كانديدا أو إيست بتتسجل ممكن تتسجل في الكممنت هنا نسجل إنه مثلا العينة شايفين فيها ميوكاس العينة كنتمينيتد أي ملاحظات العينة جاء لونها أحمر مأثر على النتائج الكيميكالز هذه فكلها بتتسجل في الكممنت هنا وبعدين بنحط هنا التوقيع وطاريخ النتيجة يعني هنا خطأ من الأطباء إنه يروح كاتب تاريخ اللي بعت فيه العينة يكتب لي هنا لا هذا التاريخ أنا اللي بكتب لما تطلع النتيجة هو وين يكتب التاريخ يكتب هنا يعني ممكن يكتب التاريخ مثلا اسبوع اللي فات اجاله المريض كتب التاريخ المريض اتأخر عبال ما جاء بالعينة قال انا اسبوع جاي اللي مراجعة في العيادة فيروح جاي بالعينة يوم ما يجي راجع فهو بكتب تاريخ طلب الفحص هنا واحنا بنكتب تاريخ عمل النتيجة هنا طيب حنشوف مع بعض اول حاجة نبدأ بالكالر الكالر في عندي مجموعة كبيرة من الالوان لليورين بتبدأ بلون زي لون المية بنسميه وتري اذا بدت تصير فيها لون اصفر خفيف بتصير اسمها يعني قشي بتصير بعد كده اللون البال يلو ناتج عن التيربيدي الموجودة في العينة لو العينة فيها بص او فيها بثيل يلسل او فيها كريستلز بتصير تيربيد وبتصير لونها اصفر شاحب والاصفر الطبيعي بنسميه يلو الاصفر الغامج بنسميه دارك يلو هذا ممكن يكون لان العينة جاي لسه فرش جاي الصبح بدري يعني اول ما صحي من النوم او فيها بليروبن فبتكون ماخدة لون زي تي شوية كده او المريض يعاني من جي سيكس بي دي ديفيشانسي لجلوكوز سيكس فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشانسي طبعا كيف حنعرف انه فيها بليروبن او لا عن طريق استخدام اليوت زي ما عدنا حنشوف طيب العينة اللي فيها دم ممكن تاخد اللون الاحمر حسب درجات الدم الموجود فالعينة اللي فيها دم نسميها بلضي هاي هادي العينة نورمل مش فيهاش دم او فيهاش دم يعني مدي لون احمر ممكن يكون فيها دم على ستريب تحت الميكروسكوب اوكي بس لونها اصفر لكن هنا اللي كلها دم بسميها بلضي الدم لما يبدأ يتكسر بيبدأ يصير لونه على بني خفيف فبنسميها سموكي لو كان دم كتيره متكسر بصير لونه براون هذا كله دم متكسر ممكن ما اشوفش ربسيز تحت الميكروسكوب لكن اللي اشوف بلص ثلاثة بلض على الستريب او لو ما اخذ علاج او ما اشارب يعني اشياء ملونة ممكن يصير لون اليورين اورانج طيب شو الاسبكت الاسبكت ان العينة هل هي كلير بالشكل هذا او تيربيد بالشكل هذا او هازي لما تكون فيها دم بسموها هازي بلاحظ شغلة انه دايما انا اللون والتيربيدتي بشوفها لما احط العينة في التيوب طيب ايش اسباب التيربيدتي في اسباب non pathogenic causes انه يكون في العينة فيها ابثيليا لسل كتير خصوصا عند الفيميل وعند الحوامل بالذات في كريستلز لكنها نورمل ماك الاكل معين في املاح معينة في بكتيريا نتيجة انها العينة قديمة ومحكى ليش صاحبها انه العينة قديمة فبشوف بكتيريا كتير كذلك يست ممكن اشوف يست كتير برضو نتيجة قدم العينة فيه تلوث من الستول فيه كالكنتمنيشن وميوكس اما التيربيدتي المراضية بتكون فيه في العينة وبكتيريا لنتيجة اليوتي اي او يست برضو ممكن تعمل اليوتي اي او نانس كوامس ابثيليا السيلز بتكون نازلة من الكلة او غيره ابنورمال كريستلز مش كل كريستل بنسجلها يعني هي ابنورمال ممكن تكون نورمال لكن هنا فيه انواع ممكن تكون ابنورمال كذلك وجود الكاس ما يعتبرش حاجة نورمال والليبيدز والفيك الماتيريال او ماترز طيب العينة وصلتني بحطها في تيوب وبحط عليها ستريب الستريب هذا بيقرأ كل الفحصات الكيميكالز ومن ضمن الفحصات الكيميكالز الاسباسفكي جرافتي احنا شفنا في الريكوستا والكالر اسبكت وسباسفكي جرافتي الاسباسفكي جرافتي فيه لها طريقتين في الجراية اني احطها على الستريب واشوف اللون تبعها ايش يتغير او استخدم حاجة اسمها اليورينوميتر واللي هو عبارة عن سلندر بحط فيه خمسين ميلي يورين لغاية هنا وبجيب الجهاز هذا اليورينوميتر واللي هو عبارة عن جهاز لقياس الكثافة النوعية بيكون مدرج من فوق سفر او الف وبعدين الف واحد الف واثنين الف وثلاثة لغاية الف وستين في منهم الف بيبدأ الف الف واثنين الف واربعة الف وستة لغاية الف وستين ايش اللي حسوي انا حطلب من المريض لو طلب الدكتور انه اعمالي الاسباسفكي جرافتي على طريق جهاز اليورينوميتر هقول للمريض لو سمحت جيب لي عينة يورين لا تقل عن خمسين ميل ليش لانه انا بدأ حط اليورين هادي في السلندر وحط اللي هو الجهاز الجهاز لما يغطس رح يرفع اليورين لفوق تعالوا نشوف مع بعض هاي العينة حطت في الخمسين ميل يورين وبنلوفها بالشكل هدا بحيث نبضلها تلف عشان تلمسش الجدران الان اللي حنشوف انه العينة الجهاز محمول في العينة مش قاعد على الارض وسطح السائل بنشوفه ايجا اقبال اي تدرج سطح السائل ايجا الف وخمسة عش الف وستة عش الف واش بالظبط وهينا بلاحظ فيه فراغ بين الارضية وبين الجهاز فهذا بسيطة جدا بس المطلوب خمسين ميلي يورين والجهاز يكون متوفر عنا مع سلندر سلندر هذا خمسين ميلي وهي الاشارة طاعة الخمسين لما نحط الجهاز عالية اليورين ارتفعت الان هو حيقيس كديش الكثافة النوعية بالضبط ولما اسجلها على الريكوست بكتب له هادي باي يورينو ميتر طيب الان انا حطيت في تيوب يورين وحطيت ستريب ولو الدكتور طالب باي يورينو ميتر شفناها كيف الشركات الشركات شركات بدنا ننتبه لانه مش كل يعني مجرد وجود وخلص كافي لا لازم يكون معا علبته اللي عليها الليبل تبعها التدرج هذا يساوي التدرج هذا بنفعش انا اخذ هذا اقرأه على العلبة هادي فكل علبة إلها يعني ستريب إلو علبته وإلو كود إلو يعني سيريال نمبر أو خلينا نسميها رقم خاص بالشركة المصنعة طيب الآن هادي الستريبات مش لازم نأمن لها كتير خصوصا في البروتين وفي البليرابين فبنتطر انه نستخدم يعني فحصات تأكيدية للبروتين وللبليرابين ولو كان برضو ظهرت عندي يعني بلد تريس او ظهر بلد على الستريب بدي أتأكد من انه الستريب شغال تمامه ولا لا وبيدي أقارنه بنتيجة المايكروسكوب خلينا نشوف كيف نتأكد من البروتين اللي على الستريب لما أعمل سنترافيجيشن للعينة باخد من السوبر نيتنت شوية في تيوب جديدة وبحط عليها سلفو السلسلك أسد في ناس بتستخدم السلفو السلسلك أسد بتركيز 3% وهذه حتضطر تحط كمية كبيرة يعني بتحط يورين بس لغاية هنا هكذا بتحط 2 او 3 سانتي سلفو السلسلك أسد وفي ناس ثانية بتستخدم السلفو السلسلك أسد بتركيز 25% يعني بجيب بودر 25 جرام بحط عليهم 100 مل ديستل دواتر فهذا لو حط كمية بسيطة جدا من المحلول اللي عمله هذا هيدي له تربيديتي الآن هذه العينة النورمال اليورين اليالو الطبيعي مع السلف والسلسلك أسد هتبدأ تدين تربيديتي بيضة حسب شدة التربيديتي بتصير عدد البلسات يعني هنا بلس 1 أكتر شوية بلس 2 كلها أبيض فأبيض كده بلس 3 كتة الكبيرة كده عاملة زي قطعة جبنة بصير اسمها بلس 4 كذلك التأكيد البلي روبين بجيب أنا تشوف لون العينة أول شي بيكون على ذاتي وبعدين بجيب في تيوب بحط العينة السوبر نيتان طبعا يفضل السوبر نيتان تشتغل عليه عشان تخلص من أي تربيديتي فيه وبعدين بروح جايب آيودين الآيودين هذا ما بأخذه على طول كده من البتل تحت الآيودين وبحطه لا بكون عامل بكون كاسره بكحول 70% كيف؟ بجيب 30 مل آيودين وبكمل عليهم 70 مل من الكحول اللي تركيزه 70% بصير عندي 100 مل بأخذ منها جزء بحطها على سطح اليورين بتطفو هذه الجزئية اللي أنا حطيتها من اليود بصير بينها وبين اليورين رنج خضرة الرنج الخضرة هادي تدل على وجود بليروبين في العينة الرنج الصفرة هادي لا الآن الرنج الخضرة هادي حسب شدة الرنج والله بلس 1 بلس 2 بلس 3 أو إذا كانت خفيفة جدا بسميها تريسي طيب الآن هادول الفحصين من السوبرنيتنت بقى أول حاجة أنا بقى جيب التيوب بحط فيها اليورين بحط بقى أقرأ نتائجه وبقى أحطها في السنترفيوج وبعدين بقى أخذ من السوبرنيتنت شوية في التيوب وبقى أدير الباقي السوبرنيتنت في التيوب تانية واحد منهم للكشف عن البروتين والتاني للكشف عن الايودين وقتش بستخدم الكشف عن الايودين في حالة الداركيالو فقط مش لكل عينة لكن البروتين يفضل لكل عينة بحط شوية في التيوب جديدة وعليها سلفو السلسلك أسد وبتأكد من وجود البروتين أو عدمه وبعدين ما زاد من السوبرنيتنت ممكن أديره فوق التيوب يعني أتخلص منه في التيوب اللي كان فيها السلفو السلسلك أسد اللي عملية تخلص فقط مش أكتر طيب زي ما اتفاجنا احنا الآن عملنا سنترفيوجيشن وشلنا السوبرنيتنت استخدمناه توية في البروتين والايودين هناخد السوبرنيتنت السيدمنت هنعمل له جود ميكسنج كل ما كان معمول له جود ميكسنج أكتر بيكون النتيجة أفضل وبيكون متجانس تحت الميكروسكوب عايش هدور تحت الميكروسكوب أول حاجة على الميكروسكوب في عندي حاجة اسمها اللي هي العدسة قوة عشرة اللي هي لها حلقة أو خط أصفر هي بتكبر عشرة ومنضرب العشرة هادي في العدسة العينية اللي هي برضو بتكبر عشرة فبتكون total magnification 100 تكبيرت العينة لميت ضعف هادي بنسميها low power field بينما هادي 40 في عشرة عينية بتصير 400 تكبير العينة 400 مرة بنسميها high power field طيب والعدسة الزيتية هاديك oil emerging بتكبر 1000 مرة بحط عينتي بعد ما اعملها good mixing للسيدمنت يعني بحطه على شريحة وبحط عليها كفر وبحطه على الميكروسكوب وببدأ أتفرج على low power field بشكل الزيجزاج يعني ببدأ العينة من قرنة الشريحة وببدأ أخذ شكل زيجزاج شيب بحيث أنه أنا بأعمل scanning لكل العينة ايش فيها تجمعات بص ايش فيها كاست على الأطراف ايش فيها بقيم قد ايش فيها ابثيليا السيل بقيم يعني هل هي متجانسة ولا لا بقيم اذا فيها كريستلز لو رحت على high power field حشوف كريستلز حشوف بص كتير حشوف white كتير باخد صورة عن العينة في low power field بقيم وبسجل نتيجة الابثيليا السيل بكتب فيه او مدريت او مني بسجل الكاست إن وجدت أكم واحدة في low power field يعني هادي أكتر نقاط بركز عليها في low power field الآن على ال high power field بدي أنتبه لشغلة بس الشغلة هادي إنه في عندي حاجة اسمها الفيلد الكاذب الفيلد الكاذب هذا مش لازم يعني نقع فيه ولازم نكون حريصين إنه ما ما يكونش عندي يعني النتيجة من الفيلد الكاذب هذا الفيلد الكاذب زي ما احنا شايفين الصورة هادي بتعبر عن الوسخ تبع الكفر الوسخ تبع الكفر الوسخ الوسخ هذا مش لازم يعني نقع في الموقف إنه أنا أقعد أشوفه وأجي أقول والله آه هاي هادي فيها بكتيريا كتير أو هادي لا هذا الوسخ تبع الكفر اعمل فوكس بزيادة شوية بتبدأ تشوف العينة لازم أشوف ملامح للعينة لازم أشوف بثيل يلسل أشوف آه أي حاجة من من العينة بناء عليها أبدأ أخذ قرار في القرار طيب الأربسيز هشوفها بأشكال كتير منها اللي عاملة شرينكينج زي كده ومنها اللي مدورة كاملة الاستدارة كلهم بتفقوا على إنهم يعني آه الدبل لير الدبل لير هادي ناتج عن البايكون كيف يعني إنه هي ما فيها شنوة ومقاعرة من الوجهين فبتظهر تحت الميكروسكوب دبل لير إحنا شايفينها بعدين لكن لو أنت تتخيل الموقف هتلاقي إنه الأربسيز هاي هادي أربسيز بتكون الحلقة هادي الدورية تبعتها لافة لأنها أنت الآن هي تشايفها بعدين بس هي في عليها ثلاث أبعاد وبتسبح في السائل فبتكون بتلف حوالين حالها وهي ماشية بتتطعج وبتلف وبتشوفها ممكن تشوفها ماخدة الشكل هذا فهذا شكل أربسيز وهذا شكل أربسيز وهذا شكل أربسيز وهذا شكل أربسيز وهذا كمان شكل أربسيز كل هذا منظر لأشكال مختلفة للأربسيز إضافة لأنه المريض ممكن يكون مايكروستيك أو ماكروستيك يعني ممكن أشوف أربسيز حبتها صغيرة أربسيز حبتها كبيرة أربسيز يعني عاملة شرينكينج أربسيز منفوخة كله بالنسبة لي تحت اسم أربسيز بعدها الهاي باور فيلد الرينج الطبيعي يعني غاية خمسة الوايت بلاد سيلز اكبر في الحجم اطارها ممكن ما يكونش منتظم برضو بعدها على الهاي باور فيلد باخد ثلاثة او اربع فلدات ولو خمسة بكون احسن للوايت بلاد سيل ولا الاربسيز وباخد المتوسط في ملاحظة بالنسبة للوايت بلاد سيل انها ممكن تكون عاملة كلمس يعني تجمعات بالشكل هذا فاسجل في الكومنت قديش انا شايف كلمس على اللو باور فيلد يعني بقول والله عندي اثنين لتلاتة وايت بلاد سيل ان كلمس بير لو باور فيلد اما في الخانة تاعت الوايت بلاد سيل بعد قديش عندي في كل فيلد بعد اربع فلدات او خمسة تلاتة بمشي الحال لكن باخد المتوسط في النهاية ولما انا عملت سكاننج على اللو باور فيلد في الاول كنت شايف انه العين متجانسة او لا طيب في عندي كمان ابثيليال سيلز اللي ابثيليال سيلز معروفة الشكل هذا المشهور لكن في منها اشكال شكل مغزلي في شكل مدور كده عامل شبه الوايت بلاد سيل حسب زي ما اتفاقنا هي من وين نازلها نازلة من الكلية ولا من الحالب ولا من المثانا ولا من اليوريثرا ولا من هنا بالضبط هي شكل اشكال من اشكال ابثيليال سيل وهذه مني ابثيليال سيل على اللو باور فيلد طيب نجي ونروح على الكريستالز الكريستالز انواعها كتير او هادي الصورة اللي ابثيليال سيلز الكريستالز اولها بتبدأ بالكالسيم وغزليت والكالسيم وغزليت الشكل اللي هو الظرف احنا مسميه مربع في قلبه اكس هذا الشكل منلاحظ انه لو ركزنا شوية فيها هي راس تنين تلاتة اربة خمسة وفيها لوجهه التاني راس يعني ست رؤوس فهي طول ما هي نازلة من مجرى البول بتجرح فممكن نلاقي معها اربة سيلز هاي الشكل التاني لها باللو باور فيلد مبينة صغيرة كده لكن فيه اشكال تانية اللي احنا بنسميها شكل العظمة هاي الشكل التاني لها كالسيم وغزليت هاي الشكل الكالسيم وغزليت النوع التاني او الشكل التاني للكالسيم وغزليت اللي احنا بنسميها شكل العظمة هذا شكل كالسيا موكزاليت طيب عجباتي الصورة هادي عن نت وحبيت ان اعرضها عليكم بتفرجيني انه مسمينها هم مونوهايدريت شكل العظمة هادي وشكل الظرف هذا ولي في قلبه اكس دايهايدريت هي عندي نوع تاني من الكريستالز اسمه تريبل فوسفيت دائما لما بنسمع فوسفيت معناته في الالكالين بتظهر تريبل فوسفيت شكل التابوت بعدين عندي اليوريك اسد الشكل المعين ممكن تكون الحفاف تبعتها يعني منحنية مش مش مااخده شكل يعني رأس حاد تكون شكل منحني شوية فتجمعها مع بعض بتظهر على شكل زي الوردة كده هاي شكل تاني لها اليوريك اسد لشكل المعين طيب الامورفوس الامورفوس من اسمها مورفك معناها شكل وايه للنفي امورفوس يعني ليس لها شكل محدد اذا كانت امورفوس يوريت بتاخد راسي باصفر وبتظهر في الاسدك تحت الميكروسكوب مش حاك دراميز يوريت ولا فوسفيت البي اتش هو اللي حيميز لي بتنتين شبه بعض بنفس المنظر هذا اللي هو زي كتل الرمل المنتشرة تحت الميكروسكوب لكن انا لما شوف البي اتش خمسة مثلا والسيدمنت اصفر بعرف انها امورفوس يوريت هاي شكلتها على اللو بورفيلد بتدي سواد السواد هذا مش وسخ هذا امورفوس يوريت الامورفوس فوسفيت نفس المنظر بتضبط لكن الراسب ابيض وبتكون في الالكالين يعني البي اتش سبعة تمانية او فوق في عند السستايين كمان الشكل السداسي هذا السستايين امونيوم بايوريت اللي ها فترة بتظهر معانا خصوصا في العينات اليورين باي باك بتظهر امونيوم بايوريت واللي هي الشكل ها زي حبة الكمثرة كده وطالع منها يعني خيوط او اش بتسموها هادي بعدين الكالسيوم كربونات هذا شكل للكالسيوم كربونات طبعا هادي مش دائما بتظهر لكن لو ظهرت لازم نكون مرت علينا شكل شاشة طيب هنشوف اليان الكاست الكاست هي عبارة عن محفظة من البروتين مدببة الطرفين اذا كانت فاضية بنسميهاها واذا كانت فيها ار بيسيز بنسميها ايش ار بيسيز كاست اذا كانت فيها هنسميها عرف السورة مكبرة على الهاي باور فيلد ومكبرة بالجوال كمان لما صورتها بالزوم تعالي نشوف على الـ غاور فيلد قديش مليانة كاست هادي كاست هي اتنين هي تلاتة هي اوضا اربعة خمسة ستة كل هادي الاشكال الاسطوانية هادي كلها جرانيولار كاست يعني لو انا قلت لك يلا نعد الجرانيولار كاست في الفيلد هذا هتلاقي عدد كبير مش بسيط طيب نجرب الصورة عليها هاي الصورة جريبة شوية واضحة الان انها جرانيولار كاست واللي حواليها ده كله بس سيلز واربسيز ومشكل يعني وايت بلاد سيل كاست كاست هي كاست في داخلها وايت بلاد سيلز بلي روبين كاست هاي شكلها فيها ناد وكمان هنشوف العينة دارك يالو هنشوفها بلي روبين واكسي كاست على تنادري هاد ان نشوف واكسي كاست في العينة وفاتي كاست فيها فات وسيليولار كاست فيها اشكال مختلفة من السيلز ممكن نشوف حاجات تانية في اليورين زي البادينجيست بسجل في الكومنت بادينجيست وبكتبها فيو او مودريت او ماني بشوف بكتيريا ممكن تكون خصوصا البكتيريا البس اللاي ناتجة او الدليل على اليو تي اي لكن لانها الكاسة مش معقمة فانا بحاول انه ما اسجلش البكتيريا الا ازا كانت كتيرة واضحة انه في بكتيريا كميتها كبيرة لكن لو كانت بكتيريا وخلص يعني عدادها بسيط ما بتأخذش بها الاتبار هنشوف هادي مليانة بكتيريا سواء كانت الكاسة معقمة ولا غير معقمة وهيها مليانة بس كمان يعني فيها بس كتير طيب ممكن انا بعد ما ابدأ يعني تيجيين عيني تيرين تيربيد ابدأ اشتغل فيها الاقي فيها يعني حاجات كتيرة نيترايت بوزيتيف بروتين شغل كتير واحطها في السنتر يوفيوج واطلعها اتفاجأ بانه فيها ستول ماتيريال هادي ممكن تكون ديارية وجاي في كاسة مع ريكوست يورين انا شخصيا صارت معايا بدل المرة مرات ونكشفها في نص الطريق يعني مش اول ما نشوفها نكشفها لا اخر مرة عاد ايجات من اول ما شفناها قلنا هادي شكل هاستول مش يورين لكن للي لسه جديد على المجال ممكن ينخدع فيها بسهولة لانها شفتوا اول صورة كانت اليورين تيربيد وعدنا هنشوف صورة زيها ولا بتقدر اتميزها عن اليورين اللي فيها بص كتير لكن فعليا هي ستول وليست يورين طيب من الاشياء اللي ممكن نلاقيها في اليورين ان الاقي انتميبة هادي دليل على الكنتامناشن وممكن الاقي تريكمونوس باجيناليز هادي مش كنتامناشن هادي اصلا موجودة في اليوريثرا في اليوروجينتالي تراكت ممكن الاقي شستوسومة هيماتوبيا اللي هي يشتبل هارسيا المجاري البولية البويضة طبعتها ممكن اشوفها وانا شخصيا صارت معايا اكتر من مرة اني اشوف انتروبياس فيرميكوليرز ايج البويضات تحت دودة الانتروبياس وخصوصا في عينات اليورين للفيميل وهذه الدودة اصلا هي موجودة في الامعاء بتطلعت بيض عند فتحة الشرج لانها الفيميل بحركة ميكانيكية من الدودة بتطلع برا الانس وبتتحرك وبتتجه وبتحوم يعني في المكان فبتنقل الايكولاي اللي موجودة في منطقة الانس بتوديها على اليوريثرا وبتبدأ تعمل يوتي اي طبعا مع اليورينيشن ممكن تطلع البويضات هادي وتظهر في اليورين لكن حالات قليلة جدا يعني مرت علي مرتين او اكتر طبعا اللي عندها البنات بالذات اللي عندها ريكران تيوتي اي لو اخدت شربة للانتروبياس ممكن تخلص من الانتروبياس ومن الريكران تيوتي اي كمان من الارتفاكت اللي ممكن نشوفها في اليورين نشوف خيوط الكلوث بايبرز ممكن نشوف الباودر تاعلي جلابز ممكن نشوف الشعيرات مايكروسكوبك يعني منشوفهاش بالعين كده منشوف خيوط شعرة اه ممكن نشوف اير بابلز ممكن نشوف لبيد دروبلتز ممكن نشوف بولين جرينز وهادي البولين جرينز يعني اللي مش حافظها ممكن يفكرها حاجة كده ييست او غيره طيب هاي عينة يورين تيربيد حطنا لها ستريب طبعا تيربيدت زي ما انتفاجنا بنسجل باليالو والاسبيكت تيربيد والستريب هيبين لي انه فيها نيترايت هاي اول واحدة اول خانة نيترايت فيها كيتون فيها تريس بلاد فيها شوية بروتين وتحت الميكروسكوب مليانة بص ومليانة بكتيريا لما بنيجي نسجلها البال يالو وهي تيربيد والاسباسكي جرافتي اللي على الستريب سجلناها وبعدين الستريب هنا بي اج ستة بروتين تريس كيتون بلاس تلاتة نيترايت بوزيتيف بلاد تريس فول اوف بكتيريا الباقي هنا نورمال بعدين تحت الميكروسكوب كانت الاربيسيز جليلة ستة لتمانية والوايت بلاد سيل كانت ماني والابثيليال سيل فيو وكاست ابسنت وكريستال ابسنت هذا يدل بما انها يعني الابثيليال سيل فيو والمنظر هذا يدل على انها العينة فعلا ميد ستريم وتصلح لعمل الكلشر راح تطلع معنا تاني يوم اي كولاي اكتر من مئة الف وان شاء الله تكون يعني مرينا على كل النقاط المهمة في فحص اليورين اناليسيز والى اللقاء